طبعا احنا زي ما كنا منحكي من الاول احنا عندنا مصانع الاسمدة في مصر وهو تبع في المقام الاول للقطاع عقد بترول عندنا لان هي المادة التغذية بتاعتها هي الغاز الطبيعي الامونيا النهاردة لما هنطلع امونيا خضرة ان شاء الله احنا كنا منتكلم معهم احنا نصنع الامونيا الخضرة ويبقى الاعتماد فيها مع احد الشركات التابعة لنا بحيث انه يبقى فيه يستطيع ان هم يستفيدوا من البنية التحتها بتاعتهم من المرافق وخصوصا المرافق التصدير من مواني وارصفة علشان يصدروا الامونيا الخضرة الحاجة التانية كنا منتكلم فيها وبنشتغل عليها معهم وهي الميثانول الاخضر والميثانول الاخضر ده اللي هيكون ان شاء الله بعد كده في الفترة القليلة القادمة وقود السفن للمستقبل وقود السفن الاخضر اللي هيكون بتستخدمه كبرى شركات الملاحة العالمية والدولية اللي هي بتشحن البضاعة من الشرق الغرب والعكس فبالتالي احنا النهاردة بنشعل معهم برضو على مشروع تجريبي او بايلوت حيبتدي يتعمل وان شاء الله هننصقه برضو مع احد الشركات التابعة لقطاع البترول اللي موجودة في الاسكندرية علشان خطر ان نستغل كمان الامكانات بتاعتهم في تصنيع هذه المنتجات الحقيقة احنا طبعا موضوع الميثانول الاخضر ده كمان علشان خطر عندنا مجرى الملاحي قناة السويس وده اهم مجرى موجود في طريق التجارة العالمية وعايزين يستغلوا وجود هذا المرفع المهم انه يتم فيه تموين هذه النقلات او الشاحنات بالميثانول الاخضر ان شاء الله في الفترة القادمة بإذن الله احنا يعني الموضوع ده بشغلين على كذا محور الحقيقة المحور الاولاني هو ان احنا عدلنا القوانين بتاعتنا وبناء عالية بقت اكثر جذبا ولما طرحنا المزايدات بتاعتنا استطاعنا ان احنا نحصل على كذا شركة عالمية من الحجم الكبير الدولي وابتدت تشتغل فيه اعمال البحث وتشتغل الموضوع التعدين هو موضوع بياخد وقت وبياخد سنين في اعمال البحث وبعدين الاقتصادات بتاعته بتشتغل على اقتصادات الحجم يعني لازم الكم وفي نفس الوقت التصنيع بياخد وقت بعد كده اطول فاحنا عشان كده بنتكلم على انه وجود شركات كبيرة ده يبشر بانه احنا عندنا امكانيات وفي عندنا موارد تعدينية ومختلفة وبالاخص لما كنا منتكلم على الدهب من احياة تانية ان احنا برضو شغالين مع بعض الشركات الوطنية اللي كانت واخد مناطق امتياز كبيرة بنخليها انها تشتغل في المناطق الجنوبية من مصر ومدين لها جزء اللي بنسميه التعدين العالمي والاهلي بحيث انها يعني تدخل ابناء المناطق في جنوب مصر وفي الصعيد انها تشتغل وتعمل بطرق وتحتويهم وتحتضنهم وتديهم الادوات والعلم والتدريب والورش اللي ممكن يشتغلوا بيها بعد كده في عينما يعني يحصلوا على التكسير للأحجار اللي بتحتوي على المواد الخام الأولية ترجمة نانسي قنقر